قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن مصر عظمت من جهودها في تمكين المرأة لتخفيف أثار التغير المناخي في إشارة إلى رفع الوعي وتوعية السيدات بأمور الزراعة الصديقة للبيئة وتقديم الفرص من خلال الانتقال العادل وأضفت مايا مرسي في كلمتها خلال جلسات مؤتمر المناخ كوب 27 وسط مشاركة دولية واسعة أن هناك مقاربة يتم العمل عليها بشكل يومي مع النساء في القرى لتحقيق المتطلبات البيئية الخاصة بالنساء ما قامت به مصر وما قدمته في الإعداد لقضية التغير المناخي وأنا أضيف أن مصر أيضا قد عظمت من جهودها في تمكين المرأة لتخفيف أثار التغير المناخي ويشمل هذا رفع الوعي هناك الكثير من المبادرات وأيضا توعية السيدات بأمور الزراعة الصديقة للبيئة وتقديم الفرص من خلال الانتقال العادل وهناك أيضا مقاربة نعمل عليها بشكل يومي مع النساء في القرى لتحقيق المتطلبات البيئية الخاصة بالنساء وذكرنا أيضا أننا كمنا بإطلاق المبادرة التكيف للمرأة الأفريقية مبادرة التكيف أو لويات التكيف المناخي للمرأة الأفريقية وهي مبادرة جديدة وهي متعلقة بالسمود الخاصة بالطاقة والماء للمرأة ترجمة نانسي قنقر